بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع نافذة اللغة العربية وحلقة جديدة والحلقة اليوم بمعنوان لاحظ وتعلم كما تعودنا أبناء الطلبة أن نحن نحل هذا النشاط كل تنميز بيحله وحديه وبنقصه وبنحطه في ملف الإنجاز بعد التصحيح فالحلقة دي هي التصحيح ليك فأنت هتتابع معايا الحلقة إن شاء الله بعد ما تحل لاحظ وتعلم وتشوف الأخطاء بتاعتك علشان لو فيه أخطاء وأنا واسقا مش يكون فيه أخطاء إن شاء الله أنك تتأكد من الإجابات اللي أنت كتبتها النشاط الأول بيجور أكمل الجمل الآتية أكمل الجمل الآتية ومديني أربع كلمات في أربع جمل الجملة الأولى بتقول أحضرت فرح ورقة نقط ترسم نهر النيل يبقى أحضرت فرح ورقة لترسم نهر النيل لترسم نهر النيل يبقى نحط حرف اللام جبل الفعل ترسم ودي اسمها لام التعليل اللي قلنا إنها بتكون السبب يعني أحضرت فرح الورقة إيه السبب لأحضر الورقة لترسم نهر النيل الجملة الثانية يا أولاد بتقول تقع مدينة الأسكندرية نقط البحر على البحر على البحر وعلى دي حرف جر انتظرني والدي نقط باب المدرسة عندي باب المدرسة أحسنتم رقم أربعة يمر نهر النيل نقط مدن مصرية كثيرة بين مدن مصرية كثيرة يبقى عندي يا أولاد في جملة ثلاثة وأربعة كلمة عند وكلمة بين ودولة هما الاتنين ظرف مكان ظرف مكان النشاط الثاني يا أولاد ضع الكلمات الآتية في جملة من تعبيرك ضع الكلمات الآتية في جملة من تعبيرك الكلمة الأولى ترقد ينقسم مجراء تلوث ترقد ينقسم مجراء تلوث هذه الكلمات خدناها من الدروس السابقة كل واحد منكم هيحاول أن هو ياخد الكلمة دي ويحطها في جملة ويحطها في جملة أنا هجاوب على واحدة كمثال ترقد خدنا إحنا في مجاري النيل تسقن حقول ترقد البطة على الجسر هنشوف كلمة زي كده ونحط باج الكلمات في جملة نشاط أربعة يا أولاد بيقول اقرأ واستخرج اقرأ واستخرج الجملة اللي معنا بتقول النيلو أطول أنهار الكرة الأرضية في قارة أفريقيا النيلو أطول أنهار الكرة الأرضية ويقع في قارة أفريقيا لامن شمسية عاوزين نستخرج مع بعض لامن شمسية كلمة النيلو فيها لام شمسية هل يوجد كلمات أخرى فيها لام شمسية؟ لا أحسنتم طيب لامن قمرية الكرة الكرة هل يوجد كلمات أخرى؟ الأرضية أحسنتم مدّا بالألف مدّا بالألف أمهار أيوة أحسنتم في كلمات أخرى؟ كرة أحسنتم إفريقيا إفريقيا لامن مدّا بالألف فعلا يقعو يقعو الفعل هو إيه؟ يقعو هل في أفعال أخرى؟ لا أحسنتم أحسنتم إسمان؟ النيلو النيلو أنهار أنهار الكرة الأرضية والكرة الأرضية قرّة أفريقيا وقرّة أفريقيا جميع هذه الكلمات أسماء حرفا في في و و و يبقى عنده حرفين هما حرف الفي وحرف الوا معنا يا أولاد النشاط رقم أربع بيقول اقرأ ثم صود الجمل الآتية هذا النشاط يعني جديد أول مرة مدينا قطعة وبعد كده مدينا ثلاثة أسئلة الأسئلة دي فيها الإجابات بتاعتها غلط وعاوز أنا أكتشف الغلط وأصحه من القطعة القطعة بتقول يقع نهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية وهو ثاني أطول نهر في العالم بعد نهر النيل يمر نهر الأمازون ببلاد كثيرة كالبرازيل والأرجنتين ويصب نهر الأمازون مياهه في المحيط هذه القطعة شبيهة بقطعة نهر النيل بس هنا الفرق أن نهر النيل هو أطول نهر نهر الأمازون هو ثاني أطول نهر بعد نهر النيل وبيمر ببلاد كثيرة برضو نهر النيل بيمر بلاد كثيرة يصب نهر الأمازون مياهه في المحيط يصب نهر النيل مياهه في البحر المتوسط جملة الأولية يا أولاد بتقول يقع نهر الأمازون في أمريكا الشمالية يقع نهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية أحسنتم رقم 2 نهر الأمازون أطول نهر في العالم نهر الأمازون هو ثاني أطول نهر في العالم طب إيه أطول نهر في العالم نهر النيل أحسنتم يصب نهر الأمازون مياهه في البحر يصب نهر الأمازون مياهه في المحيط أحسنتم ننتخل يا أولاد إلى نشاط رقم 5 آخر نشاط بيقول عبر عن الصورة بجمل من تعبيرك عبر عن الصورة بجمل من تعبيرك زي ما انتم شايفين يا أولاد الصورة هي مجرى نهر النيل فيه مراكب شراعية وفيه خضرة زي ما انتم شايفين أمامكم وفيه الرمال والشمس ساطعة عليها طبعا هنوصف في الصورة دي بكلمات بسيطة فيه أربع أو خمس جمل وكده نكون انتهينا من هذا النشاط وإلى هنا ننتهي الحلقة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم مع اللقاء في حلقة قادمة من نافذة اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة